في زمن الوباء شهدت المكملات الغذائية إقبالاً غير مسبوق أنواع مختلفة وجديدة تتنافس الشركات المنتجة على تقديمها بشكل مستمر إما في الحتيات إما في التختمة نعطيه الزنك والفيتامين سي لذلك الناس يأخذون الزنك والفيتامين سي كتلكم والفيتامين سي كتلكم والفيتامين سي في التختمة الاستهلاك المكثف لهذه المواد جاء بعد تسليط الضوء على أهمية بعض الفيتامينات في تقوية جهاز المناعة المناعة عادي أنك تحتاج بزرد الفيتامينات ومعادن وإلا أخذناهم بشكل صحيح أو تاني منطحوش فليكسي أو إلا أخذهم مشكل مبالغ فيه لأن إلا أخذناهم مشكل مبالغ فيه يمكن يوقع لنا العكس ويمكن لنا ندجو في الجسم دينا واحد الانتهاب اللي ما محتاجوش للجسم دينا ويمكن له يؤثر لنا على الفعالية لهذه الملاعة على الرغم من الفوائد الكثيرة للمكملات الغذائية إلا أن استعمالها بشكل مفرط وعشوائي له أدرار عديدة قد تسبب مشاكل صحية تؤدي في بعض الأحيان إلى ما لا يحمد عقباه أخذ العشوائي دينا المكملات الغذائية ممكن يكون عنده أضرار على الصحة دينا قبل ما نشعره راح وخا مكمل غذائي ولكن ضروري من استشارة وضروري ما نعرف البروفيل ديالي يعني واشي حندي نقص أو لا لا حادي ممكن لي نستعمله بعض الدراسات تبتلت مؤخرا أنه إلا أخذنا مثلا الأكزامبل ديال البيتا كاروتين واللي هو يعطينا الفيتامين A في الجسم ديالنا الأشخاص المدخينين واللي يأخذوا جرعة زائدة من البيتا كاروتين واللي كتكون في المكملات الغذائية ممكن يسبب لهم سرطان ديال الرئة وأيضا ممكن يوصل حتى سرطان ديال البروستات حتى هو مضاعفات خطيرة تهدد صحة المفرطين في تناول المكملات الغذائية وتبقى الطريقة المثلى لتفادي هذه الأخطار هي التأكد من نقص مثبت بالفحوصات والبدء في أخذ هذه المكملات بناء على الجرعة التي يحددها الطبيب